شدد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموقف المصري الرافض للتهجير القصري للفلسطينيين من غزة وضرورة ادخال المساعدات الإنسانية للقطاع وخلال استقباله رئيسة دولة المجر كاتالين نوفاك أشار جبالي إلى المستوى المتميز من التنسيق وتعاون بين البلدين في الموضوعات محل الاهتمام المشترك على المستوى الدولي داعيا الجانب المجري إلى زيادة حجم الاستثمارات المجرية في السوق المصري الواعد من جانبها تمنت رئيسة دولة المجر الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وكذلك دور مصر المحوري في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة حيث أكدت تطابق الرؤية المجرية مع رؤية المصرية من خلال ضرورة حل الدولتين كأساس لاستقرار المنطقة والسلام في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر